مرحبا اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي اليوم هو الفيديو اعتقد السادس وصلنا من مورل اورل هذه الحلقة راح تكون دسمة راح نعرف اشياء عن ام اورل واشياء عن امينة المكتبة راح تحسروني شنو هذي العائلة هذي العائلة راح تزداد وصاخة بكل حلقة حرفين بس هذي الحلقة لا لا مستحية للحلقات اللي حسولف عنها اليوم مرح تتخيلون المحتوى والحقاق اللي راح يتكلمون عنها عن الشخصيات اللي موجودة بالمسلسلات العالم عن نفسي مصدومة لقات هذه اللحظة فاذا حابين تعرفون تفاصيل حلقة اليوم وشنو اللي صار بمورل اورل تابع الفيديو للنهاية اول حلقة راح نسولف عنها من المسلسل راح نشوف اورل بالكنيسة وكالعادة خطبة القس عن السرقة انه السرقة خطيئة القس هو حرامي على فكرة منعتبر تواجدة بالكنيسة هي وظيفة اليه بيأديها وخلاص يأخذ راتبه وانتهى اليوم بالنسبة الي بهذا الشكل كثيرا وق Hutchه م من تتعلممي بشدا أوي علي من المسلسل ويأتي هيا وغ بي أن تتعلممي جادة بشدا بديو عزيوا للبعدة لكي مثل انا جدا بسي 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 احزي بسي وبهذا اليوم راح يجمع فلوس تبرعات من الموجودين بالكنيسة بس اكيد الشخص راح يسرق الفلوس اكيد كلنا عرفنا ان جو ابن أخ المدرب هو اللي سرق الفلوس وترك بس عملة وحدة وقرر انه يلوم امرأة مرت بصورة عشوائية بالشارع على الرغم انه هذه الامرأة ما كانت موجودة بالكنيسة بوقت السرقة لانها اصلا ما زارت الكنيسة بهذا اليوم فأورال رح يقرر انه رح يصير المحقق ويكتشف من هو السارع مرحبا مارينيتا انا اقلتها انا رحبتها اتخذ المنزل من السارع بس هنا رح ينشوف القس هو يترك المكان بسيارة حديثة مكتوب على لوحة السيارة مثيرة سيارة القس يصدمني بكل حلقة حرفيا سيارة ما تمثل الشخص متدين قسب الكنيسة نهائيا واضح ان هو يسرق اموال الكنيسة دائما لحتى اشترى هذه السيارة هنا الصدمة الغريبة المخيفة انه اورال رح يرجع للبيت لبيته لحتى يبله والدين هو راح يصير محقق بقضية قضية السرقة بالكنيسة يرجع للبيت يبحث عنها ينادي باسمها بس هي كانت تنظف رح تظهر وهي تنظف يستمر بالبحث عنها وانا نكتشف انه هي تنظف ببيت ثاني مو ببيت عائلة اورال منو هذه البنت منو هذه البنت وهي وين موجودة بعدها اورال رح يطلع من المدرسة وشاف البنت اللي اتهموها بالسرقة هنا رح تجي سيارة مثلجات والصدمة انه صاحب المثلجات او صاحب سيارة المثلجات انا تكلمت عنه باول فيديو هذا الشخص هو معتدي متسلسل يدخل بيوت النساء ويعتدي عليهم ومن ضمن ضحاياه هي معلمة اورال تكلمت عنه باول فيديو لكن لغاية هذه اللحظة لم تلقى الغبض عليه فيا شفنا معتدي اورال بابنجتن لا تعتقد ان انا احضرت ايضا انا احضرت مرحبا للمشاهدة يبدو يبدو كبير مرحبا ممم سامسون ودي ممم اردت ان احضر احضر ان احضر احضر ان احضر ماذا احضر احضر ان احضر احضر ان احضر احضر ان احضر ان احضر ان احضر ان احضر للمشاهدة لكنك اعتذتهم و أحضر الجرح حسناً مهم جداً وكذلك أساعدك اتمنى بنا الأم مرة ثانية عندما تغادر هذه السيارة نعرف ان هي تتشعر في البيت مختلف و نعرف أنها في البيت عائلة باسم The Genesis بسبب هذه السجادة أو الكاربت اللي كانت تنظفها كان مكتوب عليها اسم العائلة بس الصراحة معرف انه هذي العائلة من الممكن رح نكتشف بعديا بعدها أورل وأصدقائه رح يرحون ويحققون مع جو ابن عم المدرب هنا أورل بصورة غريبة رح يصدق انه جو بريء مرحباً تنظر لديه عبارة مكتوب عليها صحيح صحيح أنه سيكون هناك جو لديه عبارة بجانبية وكراً لديه مرحباً ويشكراً لديه ويشكراً لديه عينة حاو؟ كن تنظر لديه عام بعض الأحيان إذا نفتح بالعبارة عام جو مرحباً مرحباً أورل أورل عام جو بخاربتها من السعر ويشتبه لم يكن على أي شرح أمه فارغ شئ بشارب هكذا حسنًا، أيضًا أعني سيكون هذا قد محدد، أسرح جسري! المقاعدة، مما جداً 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 لحظة بإمكانه كيف أعرف؟ ، أعرف سيئًا جداً 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 لهم جداً جداً لهم لأنه يتبعون بمثال التسجل الناس أوه ومتطبع جداً لفتحة أخيرًا للمدينتين عشرًا لفتحة لذلك، فجرًا قد يتبعون بكلهاتً جداً للميضاً فهنو أورل شو رح يفكر جو ما حاول ان هو يقتل الأشجار ينظم العشق ما حاول يسوي هذا الشي فليهذا السبب باعتقاد أورل أن جو هو شخص رؤوف فشلون شخص رؤوف عند رحمة اتجاه الأشجار من الممكن هو يسرق فأكيد هو بريء المنطق عند أورل مطبيعي بعدها نظروا للبنت اللي شعرها أصفر واتهموها بالسرقة هذه البنت احنا مثل ما نعرف من بداية الفيديو من المفترض أن هي ما كانت موجودة بالكنيسة بهذا اليوم بس بنفس الوقت هي كانت خايفة أنه لست اتهمني لأن أنا ما راح أعرف شلون أدافع عن نفسي أمام عائلتي ليش؟ لأن اتضح أنه هذه البنت بيوم الصلاة وطلبه منها أنه هي تتوجه للكنيسة وتدعي للكل بس هي كذبت عليهم وما دخلت الكنيسة فأورل فكر أنه هي كاذبة كذبت على عائلتها وخدعتهم فهي سارقة اتهمها بالسرقة على الرغم أنه هي ما كانت موجودة بالكنيسة هنا راح نعرف أنه هذا البيت اللي كانت موجودة بيوم أورل هو بيت هذه البنت اللي تم اتهامها بالسرقة الصدمة يعني أحاول حاليا أنا أستوعب بس مو قادرة نهائي م специ File ممي ممي مrone milligram ممي يولي كيف ت aqueles ما قالرا تبريدو أين تي؟ أين تيكي تتعلم محيطة تتعلم محيطة تتعلم محيطة تتعلم تلك المنشفة تلك المنشفة لا أعلم أورو تبدو أنها تبدو الغداء ومشاركة تتعلم أعطي أعتقد أن أتبع للمشفة حيث أمي ممي 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 تبعبا ما لدينا ميستري أمشارك سيدة أنا أطلق بيديوت بيديو مكتبا ما ايضا تنبذكت هذا لكنها موجودة مجموعة 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 وهذا ليس بشكل مجموعة ويبعد أصبح 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 موضوعاً. ومع هذا القيامي يمكنك فعله إليس تنسى بيسا. فالقلة! إستبعينه إليه سيارة في مينة. أستطيع أن تنسى بيسا! أدلت أصبح مضعه ما فإنه؟ أذكرني أنساً كذلك. أنت تنسى أنك أيضاً يا أمري لديك ميجمي. بيجمي؟ أمريكي أنت. أيضاً لديكي وقفينه دين أصبح 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 أصبح. حسنًا. هل أنت حصلت لي؟ هل أنت أعود أمي؟ حسنًا، يجب أن تأخذها قبل أن الله يجب أن تجد بعدها أوريل قرر يترك الكنيسة ويرجع لنفس البيت يتكلم مع والدته إحنا الصدمة الثانية ماذا تفعلين هنا؟ تتكتب الوقت؟ قلت اوقت انها قلت سوف نسخل لنا أبي ليس مكتب منك يا أخي حتى نتعرف رجل وأطفال هذا الرجل. هذا الشي حاسس بالحماس. أعتقد أنه هو يحس بهذا الشي لأن أصلا أم أورل يتعاملهم بهذا الشكل. هي فقط تنظف وبعيدة عن والد أورل والأطفال. بس عندي ملاحظة هنا. هو قال أنه يحب يشوف زوجته وهي تعمل كربة منزل تنظف عند عائلة ثانية لكن بعيدة عن الرجل صاحب البيت وعن أطفاله. بس بالحقيقة هي كانت تقترب من الأطفال. إحنا شفناها هي مو بعيدة عنهم فمعناتها من الممكن هي اقتربت من الرجل حتى. هنا أنا بديت أشوك. هل أورل ابنهم يعني هل والد أورل هو فعلا والدة له شخص ثاني هو والدة. صراحة بديت أشوك. الحلقة اللي بعدها. ظهر أورل وصديقة وهما يأكلون عند مستر فيغوريلي. صلفت عنه بفيديو السابق. وخلال جلوسهم راح تجي أمينة المكتبة. أمينة المكتبة عندها قصة أو جانب مخيف أنا تحب البيض بصورة مو طبيعية وما تأكل شيء ثاني فقط البيض. أنا تكلمت عنها بالفيديو الأول من السلسلة وعن قصتها وهي ليش تحب البيض وليش مهووزة بالبيض. بس المختصر المفيد لقصتها أنه هي طفلة لما كانت طفلة والدتها أزالت الرحم. ليش لحتى تكون طاهرة نظيفة بدون أي خطيئة. فهي أصلاً طالعة هذه أمينة المكتبة على أنه هي متدينة. أوكي. فتفاهمين فلي هذا السبب ما كانتها أطفال ما تقدر أصلاً أن هي تصر حامل فلي هذا السبب هي تحب البيض. فرح تجلس مع أورل وصديقة وتطلب بيض وتأكل بطريقة مقرفة لدرجة أنه صديق أورل قرر يتقيع. ها. أجلس أن أذهب وعندما يتقيع. أريد أن أتأتي أورل؟ لا شكراً دوي أنا مجموعة هناك. أنت تحب أحباً 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 لماذا أحباً أورل أنه أحباً 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 けكتين تعلم كذلك كذلك لتقشي وقفة عمل جد 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 في الموجود يا إخوار لما هل قمي أسه أحباً تتركي أحباً يظل أحباً بإتطلاق أنت وووو أعتقد أن سأذهب من الموقع في المجل وافاً أورل حاب ينظم لها بالإحتجاجات وإحتجاجاتها مثلاً بالحلقة السابقة ظهرت وهي تظاهر أمام امرأة سمينة لأن باعتقادهم أن النساء السمينات يدخلون النار أو تحرق كتب على الرغم أنه هي أمينة مكتبة لكن بالسر كانت تحرق كل الكتب اللي ما لها دخل بالدين فأورو فكر أنه واو الموضوع حلو من الممكن أنه يتعلم منها وهي متدينة قرر يتقرب منها ويتعلم منها فتوجه للمكتبة معاها وهنا راح نشوف أنها مسوية مخلل من البيض لأنها متها كل بس البيض بعدها راح تخطط للاعتصام أو احتجاجات بسبب فيلم يتكلم عن حياة النبي إيسف فأورو فكر أنه هذا الفيلم حلو زيان لطيف من المفترض أنه هذا الفيلم يكون تعليمي لكن هي كان عندها رئي ثاني تماما وكتبت على الورقة فيلم طويل وممل يشتت المشاهدين إلى الزنا ما عرف شنو الرابط بالموضوع لكن يا ذكرت هذا الشي وبعدها أخذت الكتب اللي كانت بإيد أورل فأني ترجمت اسم الكتب فكان مكتوب أول كتاب عن أصل الإنسان ورواية الأميرة الصغيرة وبعدها كتاب فهم الجسد البشري وكتاب عن القرود وأصل القرود فبالهذا السبب هي متحب هذه الكتب فقررت أن هي تحرقهم لأنها شافتها أنه هذه حرام خطيئة ما يصير تكون موجودة في داخل المكتبة لديك حرام جيد لأوليك لأوليك حرام خطيئة لأوليك حرام خطيئة لأوليك حرام خطيئة نعم هذا ما أحتاجه أوليك حرام خطيئة لأترف بشكل مؤشر قصه جيد جيدة قصه جيدة قصة جيدة قصه جيدة قصة جيدة كيف يجب على أن أفعلها أوليك بعد 2 سنة لا يجب أن أقوم بلعب عندما يعتصمون أمام المكتبة بحثت عن اسم الفيلم والفيلم موجود حقيقي من إنتاج سنة 1965 وبعدها ظاهروا أمام بنك الدم لأن الأبر ممكن تقتل وأورال كاتب أن المسيح هو المنقذ بنك الدم ما راح ينقذك وما يريدون يبدلون الدم أو السوائل بين الناس وبعدها عملوا مظاهرات على القهوة على أن هي بها شي شيطاني ورائحتها شيطانية نتنة وبعدها عملوا احتجاجات ضد المستشفى وضد العلم بعدها أورال قرر أنه يشتري هدية لأمينة المكتبة بالتأكتب والمزارع راح يشوف الدجاج راح يشوف الدجاج او الدجاجات وهم يبيضون بس الموضوع احس مل النشر فما راح اعرض هذا الجزء الموضوع راح تحسون انه حتى الحيوانات صاروا يصوروهم بطريقة غير لائقة هنا اوريل راح يفكر انه الدجاج وهي تبيض هذا الشي غير اخلاقي بس راح يفكر ان البيض هو الشي لازم من اكله لان قادم من عملية غير اخلاقية وهمين قرر اوريل يسو مظاهرات مظاهرات ضد البيض وامينة المكتبة اللي هي اصلا سمحت لا ينضم لها تحب البيض ما تقول شي ثاني بس البيض فان جبرة هي تنضم لها وماذا تحسين هذا المكتبة فيغيريلي هذا المكتبة هو تحسين اوه 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 بعد هالمحل محل السيد فيقرالي اللي كان يبيع لها البيض اللي شفناه ببداية الحلقة كتب ملاحظة انه البيض الموجود عندهم مو من ولادة طبيعية هو قادم من عملية يسوها للدجاج يسوون عملية للدجاجة ويتم استخراج البيضة منها واو بس امينة المكتبة ما حبت هذا الشي واتضح انه هي تريد البيض الولاد الطبيعي الولاد الطبيعي انا لحبا اراك يا فرني من هذا الطريق يا اوه 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 وبالنهاية امينة المكتبة بدأت تدخل بالسر لمزرعة البيض حسب الصدمة من افكارهم القذرة الصراحة انو اشلو نفكروا بهذه الاشياء وبس هذا كان فيديو اليوم فاكتبولي شن رأيكم بهذه الحلقتين حاسيت انو واو انتو عن شنو قاعد تحجون صدموني صراحة وبس هذا كان فيديو اليوم واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله باي